متابعي تلفزيون اليوم السابع أهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التخطير عاجلة أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022 وذلك بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور منذ قليل أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور مرة أخرى كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان سأعيد على حضرتكم هذا الخبر العاجل نيابة القاهرة الكلية أصدرت منذ قليل قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد وذلك أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور متابعي تلفزيون اليوم السابع أهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التخطية العاجلة أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022 وذلك بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور منذ قليل أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور مرة أخرى كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان سأعيد على حضرتكم هذا الخبر العاجل نيابة القاهرة الكلية أصدرت منذ قليل قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد وذلك أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور متابعي تلفزيون اليوم السابع أهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التخطير العاجلة أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022 وذلك بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور منذ قليل أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور مرة أخرى كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان سأعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل نيابة القاهرة الكلية أصدرت منذ قليل قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد وذلك أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور متابعي تلفزيون اليوم السابع أهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التخطير العاجلة أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022 وذلك بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور منذ قليل أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور مرة أخرى كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان سأعيد على حضرتكم هذا الخبر العاجل نيابة القاهرة الكلية أصدرت منذ قليل قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد وذلك أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور متابعي تلفزيون اليوم السابع أهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التخطير عاجلة أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022 وذلك بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور منذ قليل أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور مرة أخرى كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان سأعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل نيابة القاهرة الكلية أصدرت منذ قليل قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد وذلك أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور متابعي تلفزيون اليوم السابع أهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التخطير عاجلة أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022 وذلك بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور منذ قليل أصدرت نيابة القاهرة الكلية قرارا بحبس رجل الأمين رجب أحمد أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور مرة أخرى كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان سأعيد على حضرتكم هذا الخبر العاجل نيابة القاهرة الكلية أصدرت منذ قليل قرارا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد وذلك أربعة أيام على دمة التحقيق في القضية رقم 188 لسنة 2022 بتهمة الإتجار في البشر وأتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهم المذكور ترجمة نانسي قنقر